اشتركوا في القناة سنة الشراكة المشتري موجود في بيت الشراكة لألهم أكثر فوائدهم رح تكون على المستوى الشراكي شراكة مالية أو شراكة عاطفية قسم كبير منهم رح يوقعوا عقود تجارية ممكن تكون جديدة ممكن عقود من خلال شركاتهم تعود عليهم بنفع كبير قسم آخر منهم ممكن تتم خطبته أو يتم زفاف عنده ومنهم بنال ترفيع في منصب أو يعين في منصب منتاز بالنسبة طبعا مش كل السنة رح تكون إيجابية والمشتري رح يعطي هالطاقات الحلوة للسنة كاملة لأن المشتري برضو في فترات رح يتراجع فيها وعملية التراجع هاي بتفقد كل الأمور الحضوذ اللي بعطيها المشتري فبدكوا تعتمدوا فيها على حالكم هسا سلبيا اللي رح يأثر بشكل أكبر اللي هو زحل لأنه زحل ما زال موجود في بيت الشراكة برضو فعشان هيك موليد العشرية الثالثة من السرطان بدهمين تبهوا اللي هم خصوصا موليد من عشرة لغاية 22 سبعة والفترة اللي رح تكون الأصعب اللي هي من 11.5 لغاية 29 تسعة بالنسبة لكوكب أورانوس بيجي بتغييرات تغييرات هاي بتيجي مفاجئة في العلاقة مع بعض الأصدقاء ممكن تنتهي صداقة بشكل مفاجئ وسريع ممكن تتعرفوا على صديق بشكل جديد وبشكل مفاجئ وخاصة موليد من 23 لغاية 36 طبعا الصداقة هاي ممكن تتطور ممكن يصير فيه من وراها منفعة ممكن يصير فيه من وراها شيء تستفيده من خلاله بشكل مباشر بالنسبة لموليد من 8 لغاية 11 هدولة بيبدأ اهتمامهم في الأمور الدينية والفلسفية خلال النصف الأول من العام ولكن عليهم الحذر من الوقوع في شرك اللي هو تعليم أمور أو يتعلموا أمور تكون مضللة أو تكون يوخدوها على أنها أمور صحيحة وبعدين يكتشفوا أنهم يوجعوا بالغلط ما بدهم يكونوا منتبهين خصوصا في النصف الثاني من العام بالنسبة لكوكب بلوتو اللي برضو موجود بالجدي برضو موجود في بيت الشراكة بعمل على إنهاء أي شراكة قائمة لموليد السرطان شراكة عمل شراكة عاطفة بشعر هاي أكثر ناس اللي هم من موليد 13 من 13 لغاية 17 هدولة أكثر ناس رح ينضغطوا أكثر ناس رح يحسوا بالأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية إنهم قاعدين بتتزلزل من تحتيهم وممكن يتصل لمرحلة الفراق حتى وبكون الضغط أكثر عليهم اللي هي بالفترة الواقعة ما بين 25 أربعة لغاية 14 منهم بفقد عمل في شركة ممكن الشركة هي تعلن إفلاسها منهم ممكن ينهي علاقة زوجية أو علاقة عاطفية طبعا إذا انتهت بتنتهي من غير رجعة هذا كله بسبب بلوتو بلوتو اللي بينهي الأشياء العالقة عشان يبدأ من أول وجديد عشان هيك هدول الموليد بدهم يكونوا حذرين الموليد من 13 لغاية 17 أما بالنسبة للمريخ واللي رح يمكث مدة طويلة هذا العام في برج الحمل واللي رح يتراجع برضو في برج الحمل مدة مكوته رح تكون من بين 28 ستة حتى نهاية العام هاي الفترة برضو في هاي الفترة رح يتراجع للمريخ خلال المد الواقع ما بين 10-9 لغاية 14-11 في هاي الفترة بدهم يحافظوا على سمعتهم وعلى مصالحهم الاجتماعية وبدهم يتجنبوا مواجهة مع المسؤولين في العمل لأنه معروف كوكب المريخ بزيد العصبية وبيزيد الثورات عند الواحد وبيزيد التهور وبدهم يكونوا حذرين بالفترة هاي بالنسبة لكوكب الزهرة اللي هو كوكب العاطفي والجمال اللي رح يكون في الفترة ما بين 13-5 و25-6 في برج الجوزاء هذا بيت متاعبكم خلال هاي الفترة لازم تكونوا أكثر دبلوماسية أثناء التعامل مع الآخرين لا سيما أحباكم ممكن تتوتر علاقتكم فيهم لأدفع الأسباب خلال هاي الفترة سيئة يعني هاي الفترة تحديدا بتكون سيئة بصورة عامل خصوصا لللي بيشتغلوا في المجالات الأوراق المالية والبورصة ولأي عملية تجميل يجب الحذر من أي صفقة مالية وعدم البدء بعلاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط بخطبة أو زفاف والحذر أثناء التعامل مع المؤسسات الكبيرة اللي هي بالفترة اللي هي ما بين 13-5 و25-6 اللي هي الفترة اللي رح يكون يتراجع فيها في برج الجوزاء هسا مثل ما انتم تعودين أنه أنا كل سنة بعمل رزنامي الرزنامي هاي فيها أكثر الفترات الإيجابية وأكثر الفترات اللي هي أكثر الفترات العاطفية أكثر الفترات المالية وأكثر الفترات العمل وأكثر الفترات الصعبة أستلاحظنا أنه السنة هاي كثير فيها فترات صعبة كثير في أحداث صعبة رح يتمر علينا مش معنى هذا أنه السنة كلها ما فيها ولا أي إشي مبشر ولا رح نستفيد منها بأي إشي وما حدا رح يتجوز من برج السرطان وما حدا رح يسافر وما حدا رح يصير معها فلوس لا في ناس رح تستفيد ولكن برضو هدولة اللي رح يستفيدوا رح تكون عندهم مشاكل في بيوتهم وعندهم مشاكل في شغلهم وعندهم مشاكل مع أصدقائهم رح تمر ما بين هيك وما بين هيك يعني في أحداث رح تكون متقلدة خلال فترة العامة هذا أو كل الأعوام احنا وظيفة الرزنامي هاي انه احنا منحدد انه هاي الفترة مناسبة لعيش وتستفيد منها في ايش فعشان هيك يارية الكل يدونها يكتبها عشان يعرف كل شهر ايش اللي بدو يستفيد منه وفي اي نقطة رح يستفيد منه بالنسبة للفترات العاطفية خلال هذا العام اللي هي من 13.1 لغاية 7.2 ومن 19.2 لغاية 23 ومن 7.8 لغاية 6.9 ومن 23.10 لغاية 15.12 بالنسبة لفترات المال هذا العام اللي هو اللي بدهم قروض أو اللي بدهم يشتغلوا أو اللي بدهم طلب منح معينة أو اللي الفرص اللي ممكن تجيهم فلوس من وراها اللي هي الفترة ما بين 16.1 لغاية 3.2 ومن 5.8 لغاية 20.8 ومن 6.9 لغاية 12 بالنسبة للفترات العمل واللي رح يستفيدوا فيها بالعمل أو النقل من عمل لعمل أو ترقية في عمل أو بداية عمل أو بداية مشروع في عمل اللي الفترات الواقعة ما بين 7.2 لغاية 5.3 ومن 11.4 لغاية 27.4 ومن 1.12 حتى نهاية العام بالنسبة للفترات الصعبة خلال هذا العام واللي هي طبعا احنا حكينا من بداية العام لنهاية العام فيه فترات صعبة ولكن فيه اشهر رح يكون فيها صعوبة مضاعفة فعشان هيك بتكون تنتبهوا ممكن التواريخ هاي تيجي مشابهة للتواريخ اللي حكينا فيها عاطفة فعشان هيك بيكون فيه مصاعب وفيه عاطفة يعني فيه صعب وفيه مال فيه صعب وفيه اشي ثاني مقابلها بالنسبة للفترات الصعبة اللي هي من بداية العام وحتى عشرين واحد من 16.2 لغاية 33 ومن 13.5 لغاية 25.6 ومن 21.11 لغاية 21.12 وما تنسوا فتر التواجد المريخ اللي هي من 28.6 لنهاية العام وفتر التراجع الزهرة اللي هي من 13.5 لغاية 25.6 هيك منكون احنا حطينا رؤوس اقلام لتساني هاي عايش الايجابيات وين بدها تكون السلبيات وين بدها تكون بتمنى انه تكون وصلت المعلومة ما دوله انه انا بتنبأ انا قاعد بتوقع هاي حسابات على حسب خرطة فلكية على حسب زوايا حتحركات كواكب هاي الاحداث اللي رح تمر هاي السنة عشان هيك بتمنى انه كل اللي حكيته سلبي ما يصير تاخده في التنبيهات اللي انا نبهت منها خصوصا لأي موليد تركزوا على التواريخ وفي النهاية يقول والله اعلم ويا رضى الله ورضى الوالدين السلام عليكم نشوفك على خير ان شاء الله